قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر اللواء أحمد المسماري إن قواته سلمت قاعدة تمنهنت لوزارته الداخلية بعد إحباط هجوم أسفر عن مقتل 15 من المهاجمين وألمح في مؤتمر صحفي اليوم إلى أن قوات حكومة الوفاق في طرابلس شنت غارة جوية على الجيش الليبي دون أن يتسبب ذلك في حدوث إصابات